سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية رسالة لوجا إلى ثيوفيل الحلقة التاسعة أهلاً حبابكم مرحبكم الحمد لله تفضلوا تفضلوا الله يخليكم يناكي وبيشوك شديد لقصة جميلة من قصصك إن شاء الله أنا داير أوريك أنه إحنا متذكرين يا خالة صفية كلامك لقلت لنا المرة فاتت قلت لنا أنه سيدنا عيسى عليه السلام ساق المبعوثين الاثناشر بعيد من الناس وما شبههم باتجاه بلد اسمها اسمها بيت صيدة صح لكن معك يا سكينة هناك الكثير من الناس يعرفوا وتبعوه وسيدنا عيسى رحبهم وكلموا عن المملكة الموعودة دا كلام صح وشيف المرضى منهم وعدد الناس كان بزيد لدرجة إنه قبل المغرب كان عدد الرجال خمسة ألف بالإضافة للنسوان والأطفال دا كلام صح كلام صح عشان كده حيران اللي اتناشر قالوا ليهو يا سيدنا خلي الناس المتلمين دا يمشوا للحلال والمزارع القريبة عشان يقوليهم شي يأكلوه يبيتوا هناك لأننا نحن هنا في مكان مقطوع يا سيدنا يا أحبة انتو المفروض تدوهم شي يأكلوه لكن يا سيدنا نحن ما عندنا اكتر من من خمسة رغايف وسمكتين بس ودالبي التأكيد ما حيكفوا العدد الكبير دا وما في طريقة إلا نمشي عشان نشتري ليهم مكل طيب يا أحبة قاعدوهم في مجموعات كل مجموعة يكون فيها حوالي خمسين نفر أها ولما الحيران قاعدو الناس داين سيدنا عيسى عليه السلام أخذ الخمسة رغيفات والسمكتين ورفع راتو وشكر الله وبعد ذاك قسموا أدى حيرانو الأكل عشان يقدموه للناس والأكل بارك وزاد والناس أكلوا كلهم عشان الله لغاية ما شبه عشان الله ورفعوا باقي الأكل الفضل وكان 12 قفة من الطعام وفي مرة سيدنا عيسى إن عزل عن حيرانو لفترة عشان يتعبت دراهو ولما خلص من تعبدو دا رجع لي حيرانو وسألو وقال ليهم يا أحبة في رأي الناس أم بعض الناس يا سيدنا بقولوا إنك إنت يحيى ابن زكريا وفي بعض تانى من الناس يا سيدنا بقولوا إنك إنت النبي ألياس وبرضو يا سيدنا في مجموعة ثالثة بقولوا إنك إنت نبي من الأنبياء لكانوا زمان انبعث من الغبر تاني وطيب في رأيكم إنتو يا أحبة أنا منه وبطرس جاوب وقال يا سيدنا إنت المسيح المتوج على العرج من عند الله وبعد بطرس ما قال الكلام دا سيدنا عيسى عليه السلام حذر حيرانو بشدة وقال ليهم يا أحبة أيوة وما تقولوا الكلام دا لي أي زول وكمان لازم تعرفوا إنه المسيح سيد البشر مكتوب عليه إنه يقاسل كثير من الألام في الأول وحيرفضوا كبار المزئولين كبار المتشفعين والفقهة وحيموت مكتول والله حيبعثوا من الموت في اليوم التالي وبعد ما خلص كلامه مع حيرانو دع الناس التانيين عشان ينضموا ليهم وقال للجميع أسمع يا ناس العاوز يتبعني بي حق ويكون من الفائزين لازم يتنازل عن رغبات وحقوقه ويكون مستعد للتضحية بي نفسه عشاني دايما لأنه اللي يجري ورا حياة مريحة وآمنة في النهاية حيخسر حياته كلها أما اللي يضحي بي حياته في سبيله في النهاية حينجل طيب تفتكروا إنه الإنسان حيستفيد شنلا وكسبة الدنيا كلها ولكن في المقابل هلك وكمان أقول ليكم كل زول يتبرى مني ومن كلامي سيد البشر برضو حيتبرى منه في يوم الحساب لما يجي في جلاله وجلال المولى والملائكة الطهرين وأقول ليكم الحق بعض الموجودين هنا ما حيموتوا قبل ما يشوفوا عظمة المملكة موضوع بعد الكلام ده بحوالي تمانية يوم سيد نعيسى عليه السلام ساج معاه بطرس ويحنى ويعقوب وطلع الجبل عشان يتعبد وفي أثناء تعبدوا ملامح وشوا تغيرت وملابسوا بقط بيضة ترقش في اللحظة دي زهروا العجولين بجلاله عظمة والرجال دي كانوا هما النبي موسى والنبي الياس عليهم السلام وبدوا يتكلموا مع سيد نعيسى عن مسيئة الله الحد تنفي وقت قريب في القدس وبطرسوا أصحابه اللي اتنين ناموا وغيرقوا في النوم ولما صحوا من النوم شافوا حظمة سيدنا عيسى عليه السلام وشافوا الرجال اللي اتنين اللي كانوا واقفين معاه وفي اللحظة اللي كانوا فيها الرجال اللي اتنين دي لعايزين يفارقوا سيدنا عيسى بطرس قال ليه يا سلام يا سيدنا اللي لدينا ناسب عظيمة جدا تحزنين جدا اننا نكون هنا معاكم خليني بالمرة نعمل ثلاثة خيم واحدة ليك والتانية للنبي موسى والتالتة للنبي الياس وبطرس لما كان بيقول في كلامه ده كان مرتبك وما عارف انه كان بيقول في شنو وفي اثناء كلامه جاب غمامة وغططهم وبطرس واصحابه اللي اتنين خافوا لما دخلوا فيها وفي اللحظة دي جسوة القدرة من الغمامة بقول ده هو المسيح حبيبي الفريد ومختاري اسمعوه وطعوه وبعد داك بطرسوا اصحابه اللي اتنين لقوا سيدنا عيسى عليه السلام واقب براه وسكتوا وما قالوا اي حاجة عن الشافوه لأي زول في الوقت داك وفي اليوم الثاني سيدنا عيسى وحيرانو الثلاثة نزلوا من الجبل وكان في استقبال مجموعة كبيرة من الناس واحد من الناس دي الكورك وقال لسيدنا عيسى عليه السلام يا سيدنا يا سيدنا لما ترجعك ولدي الوحيد متلبسه وروح الشيطان بتعمله السرعة وتخليه يكورك يكورك يا سيدنا ويزبد ويفتفت وما بتروح منه إلا بعد ما جسمه تجرح وانه ترجيت حيرانك عشان يطردوه منه روح الشيطان دي لكن حيرانك ما يجرحه يا شعبي بلا يا عقوب يا ضالين لغاية متان انتو حتنصرفوا عن الايمان ولغاية متان انا حاكم معاكم وتحمل عدم ايمانكم ده طيب دلوقت يجب لي ولدك ده هنا ولما الولد قرب لسيدنا عيسى الشيطان رماه في الارض لغاية ما بيقى يفتل لكن سيدنا عيسى عليه السلام طرد الشيطان وشف الولد ورجعوا لأبوه وكل الحضرين يتعجبوا من قدرة الله في الوقت ده سيدنا عيسى قال لي حيرانه على الانفراد يا أحبة انتبهوا اللي كلامي ده كويس أنا بذكركم انه سيد البشر حيتسلم لأعداوه لكن حيرانه ما فيهم الكلام ده لانه الله اراد انه المعنى يكون غامض عليهم عشان كده لاوزوا وما قدروا يسألوا عن معنى الكلام وبعد ذاك حصل نغاش بين حيرانه ياتوا واحد فيهم حيكون اعظم من التانين في المملكة المبعولة وسيدنا عيسى علم بالفقلوبهم وما سكليه الطفل ووقفوا جنبه وقال ليهم البيتواضع ويعزى الطفل ده اكراما اللي اسمي معناه بيعزاني والبيعزاني بيعزى الله الرسلني وفي الحالة دي اكتر واحد متواضع فيكم هو اعزم واحد ويوحنى قال ليه هو يا سيدنا شوفنا واحد بقوة اسمك بيطرد الشواطين المتلبس الناس وحاولنا نملعه لانه ما من حيرانك لا لا يا احبة ما تمنعه لانه الماضي ضدكم هم عاكم موسيقى ولما وكد صروده للسماء قرب اصر انه يمشي للقدس ورسل مندوبين قدامه ودخلوا حلة من الحلال بتحت السامريين عشان يعملوا ترتيبات لزيارته لكن اهل الحلة دي رفضوا زيارة سيدنا عيسى لانه كان ماشي للقدس مع الحجاج وهم ما كانوا معترفين بالقدس مكان للعبادة وفي اتنين من حيرانه هم يا عقوب ويوحنى لما شافوا الوضع ده قالوا ليه هو يا سيدنا يا ريت تسمح لينا عشان ندعو الله عشان تنزل النار من السماء وتحرقهم لكن سيدنا عيسى اتلفت عليهم وزلاهم وبعد ذاك قاموا ماشوا الحلة تانية وفي اثناء ما هم ماشين في الطريق في زول قال لي سيدنا عيسى يا سيدنا انا مستعدة تبعك وامشي معاك لأي مكان تمشي ليه لكن سيدنا عيسى عليه السلام رد عليه وقال ليه لازم في الاول تعرف ان السعلب ليه جحر والطيور ليها عشوش لكن سيد البشر ما عندهم حل يخط فيه راسه وبعد ذاك قال لي واحد تاني اتبعني والراجل ده رد وقال لي سيدنا عيسى يا سيدي انا ابوي بقى راجل كبير فخليني ارعاه لغاية ما يموت وادفنه وبعد ذاك اجي اتبعك وسيدنا عيسى قال ليه لكن انت لازم تعرف ان دورك اهم من دفن الاموات بكتير والاهم هو انك تمشي وتعلن البشارة بالمملكة الموعودة واحد تالت برضو قال لي سيدنا عيسى عليه السلام يا سيدي انا مستعدة اتبعك واكون معاك لاجيه خليني في الاول امشي وهودعه لي خليني اقول لك البي يؤمن ويتردد ما حيصلح للمملكة الموعودة طيب يا جماعة الليلة خلونا نجيف هنا وفي المرة الجاية بإذن الله نوافر الله يحليكم الله يبارككم تحية زروق احراج طماغ درشيخ الدين تحية د pink تقديم ترجمة نانسي قنقر